السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم جميعا? عاملين ايه? يا ربي كلكم تكونوا بخير. يوم واحد تعب ونوم. عمل في المطبخ كل ده. بس آآ تمام يعني كل دوت كده في الانجاز. هيترتب ان شاء الله كده وهينضف مع بعض كده. اول حاجة بس نصلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام. ونسمى الله. ونبدأ الفيديو على طول. طبعا الكركبة فضيعة. واي حد بقى طبعا ايه مطبخنا صغيرة فاول باول كده لو المواعين ما تعملتش في ساعتها كل واحد آآ في ايده حاجة بيدخل يرميها جوه وخلاص على كده. مش مهم بقى فين. بس المهم ايه? ان احنا كده ايه? آآ قلم بس الكركبة دي كلها كده وبعد كده هيبقى الشغل ايه? آآ ان شاء الله سهل بازن الله. فانا كده ايه? ده شكل المطبخ علشان سيبته يوم واحد. آآ مقدرتش بقى كنت تعبينة جدا. بس بصراحة لو كنت سيبته يوم كمان ما كناش هنعرف ندخله اصلا. المهم عملتلي كده قهوة كده بلبن وقرفة. آآ يعني بحاول بقى اشرب سويل سخنة كتير. بس قلت ايه? هاعمل كده القهوة باللبن بالقرفة دي انا بقى حبيتها بصراحة قوي. فسمت اللي كده ودأت بالرخامة. قلت ايه? اروأ الرخامة. وروأ المكان اللي ها يعني هحط فيه الموعين اللي هخسلها. اول حاجة كده كان عندي طبق مطرح ما كنت عام لبنيه. فاتبقى بقسمات. وهجهز كده ايه? كنت شارع حاجات كده للبقسمات. هبتدي جهزها ولمها عشان هطلع للبادي اخسلها. بحطها في البطرمون بتاعها وهشلها. تمام كده? آآ اي بقسمات انا بستخدمه او اي حاجة للبني بستخدمها هو يتبقى شوية. بنخلهم علشان لو فيها اي شواب او بواقي اتخلص منها وارميها ما هتفس بيها. فده كان قديم. آآ هنخلهم كده. وهقول لك بقى انا بحط ايه على الايه? على الخلطة بتاعتي? انا بحطش بقسمات بس ولا دقيق بس. بعمل خلطة كده حلوة. بتدي البني كده شكل حلو وارمشة. هقول لك عليها. لو عملته بقسمات بس بصراحة بحيس انه بياخد لون جامد قوي ومش بيستوي حلو. فانا ايه? ده ده البقسمات. يعني مسلا ممكن بكون بجيب نص كيلو على برضو دقيق على دي دي الخلطة اللي هي بتاعي كنتاكي بجيبها من عند العطار. بحبها برضو في البنية. بتدي لون حلو وارمشة. آآ وفي كمان فيجيتار سايب كده حلوة قوي عند العطارين. بيتبع منه العادي والحار حلوة قوي. تقريبا الكيلو بستاشر. والخلطة دي برضو الكيلو تقريبا بستاشر. بحط قد كمية كده البقسمات. يبقى كده حطيت بقسمات وحطيت الخلطة اللي هي الكنتاكي دي. وهحط دلوقتي بقى دقيق. بحب بزود بصراحة في الدقيق في البنية. بحس ان هو بيخلي الطبقة كده متمسكة يعني. ما بيخليش القشرة اللي على قطعة البنية تقع في الزيت ورا حاجة. لأ. آآ دي بيمسك. تمام كده. ده بقى هحط هنا شوية النشا. النشا بقى طبعا ايه لو بتحب البنية بتاعك هي بقى مقارمش كده. حطي معلقتين النشا دول. بتحبيه طريق خلاص ما فيش داعي ايه تحطيه. وهبتدي بها اخلط كده. انا بحط لها كيس بيكنج بودر بس ما كانش عندي. برضو بيدي كده ايه طبقة حلوة. بس ما كانش عندي مش مشكلة. لما هجيب هفتح البرتمان. هحطه فيه وهبتدي ايه? اخلطه معاه. بس وهقلب كده. ايه بقى مسلا آآ لو عايز احط سينة كركم لو عايز احط شوية ملح شوية اي توابل عايز اضي فيها او ما جي اللي هي الفورية. انا بضيفها وقت ما بعمل. مش مش في البرتمان اللي بشيل في الخلطة بتاعت دي. طبعا بيوفر باع علي وقت لما بكون هعمل مسلا يعني وقت ازا ما بكون تعبينة كده. اه عارفة هتبقى مكسلة وتحطي ده على ده على ده. انما لما بتجهز الحاجات دي في برتمان كده وبتشيليها بصراحة بتسهل عليك واقفة كتير اقوى. ممكن نستسهلها ونقول يعني حتى خلطة الباني دي هنشيلها مش عارفة ايه بس لأ هتفرق معاك في وقت ازمات كده. انت بتبقي مسلا محتاجة كل حاجة تبقى تحت ايديك سهلة. بس ده البرتمان اصلا بتاعي البقسمات بقى ورح الكلام ده. خلطت كده الخلطة بتاعتي وحطتها في البطرمان ورجيت وكده. وهبتدي بقى اشيله. وهحط بقى لما ان شاء الله ايه اجيبه معي. بس هشيله بقى. وهنا بقى ايه? هخش بقى على المعركة بتاعت الحوض. حطيت الفرات فوتة كده نظيفة. وهبتدي بقى ايه? اخلص الموعين. اول بقى يعني اول بقى اول كده الحوض اللي قدامي ده هخلص اللي فيه وبعد كده اخش على جنبه. والم بقى الحاجات الكبيرة اللي طلعت دي كلها. هبدأ كده بالحاجات الصغيرة. وبعد كده بقى ايه? الكبير كله هخسله. كان بقى مش هادر اقول لكم يعني صواني موجودة اطباق كوب بيء كل حاجة موجودة. والازايز طبعا اللي بيشرب اجبت بقى القهوة اكملها كده وانا واقفة على الحوض لو قعدت مع فنجان القهوة هخدلي فيها ساعة. فقلت لأ وانا واقفة كده اشربها. وخلص اللي هو ورايا. قوام قوام كده بقى. بس الحمد لله انا انا في حاجة بعملها كمان وانا بعمل المواعين يعني حاجة كويسة قوي بصراحة. انا بشغل تملي الراديو جانبي على محطة القرآن الكريم. عايز اقول لكم بقى وانا جامد قوي بصراحة. اه انا مش بحب التلفزيون قد الراديو بصراحة. اه بحب محطة القرآن قوي تبقى تشغالة كده في البيت او لاما جانبي في المطبخ. بحس ان شغل البيت بصراحة. اه يعني بتبقى ارفته خفيفة كده بصراحة. وفي اوقات كتيرة قوي بتلاقي حاجات كده لفتت نظرك اه او سمعك. اه بتلاقي كده برامك بتتكلم في حاجات حالة. بتلاقي نفسك كده بترددي وراهم. اه بتلاقي ذكر معين كده خلاص اه واذنك ارتبطت دي بتلاقي نفسك بتردديه الواحدك. فالحاجات دي كلها حلوة في البيت بركة طبعا في البيت وبتمنع الشاياتين والكلام ده. اه وغير انها ونس يعني معاك في المطبخ. مفيش راديو. اه شوفي ذكر معين كده انتي بتحب تردديه على طول. اه صلي على النبي طول ما انتي واقفة. طبعا مش مش هكلمكو طبعا عن فواد الصلاة على النبي مسلا او الاستغفار او اي ذكر انتي مرتبطة بيه او بتقوليه. اه كل واحد مننا طبعا ليه ذكر معين كده بيحب يردده في كل في الاوقات اللي بيبقى مشغول فيها دي او بيعمل حاجة فيها. عايز اقولك والله ما بتحسيش بالحاجة وانتي بتعمليها وسبحان الله بتبقى ارفتها خفيفة. فانا بقى هنا كنت مشغلة الراديو جنبي وبسمع محاطة القرآن. اه والحمد لله كده لقيت الحاجة والله ارفتها خفيفة وزي الفل والمواعين على طول خلصت واهم حاجة في المطبخ. مدام المواعين خلصت بقى زي الفل خلاص. البتجاز بقى عندي اهو كمان. خدته كمان هو تلميعة كده. والباسكت ده فضيه طبعا هرحله في الباسكت الكبير. وطلعت بقى الاكل اللي هعمله. مدام كده خلاص. المطبخ بقى زي الفل. والمواعين اهي بس تتصفى. وبعد كده هنشفها تاني وهدخلها لدولاب. بس كنت بصراحة بقى تعبت تعبت يعني وعايزة حاجة سخنة اشربها. علشان بقى زوري والبرد. فعملت لي هنا دي كوباية شيء اخضر. قعدت كده خمس دقايق كده اشربها كده في سكون وبعد كده برضو بقى عشان غيرت بقى مطرح المواعين بقى وهدومي كده. وبعد كده بقى ايه كان عندي فاكهة. فكانت برة التلجة فاستحرمت بقى تبوز او اجرالها حاجة. طلعت بقى فوتا نظيفة تانية وقمت فرديها وبحب بقى اخسل الفاكهة كلها كده. وحطها على فوتا علشان اه حرامت بص يعني. لو سبتها برة التلجة احنا في شيتها كده كده بحطها بره اللي عايز يعني. بس اهم حاجة بقى عشان تخسليها لازم تنشفها كويس او عشان ما تبص منك. فغسلتها كده تحت المية وقمت اه حطها على الفوتا تنشف. وبعد كده هنقلها بقى في طبق كده تحتيه برضو فوتا نشفة. آآ نضيفة. واحطها لهم بقى برة. خلاص كده هبتدي بقى ايه اخش على الغداء طبعا ايه المطبخ رايق وانا عادت ارتحت شوية وغيرت فالاكل بقى اوام اوام سريعا كده عملت بقى ايه? الفراغ بقى قوي اللي كان عندي فرخة واجنحة. آآ قطعتوهم كده وتبلتها. وعندي هنا بقى ايه? بصراحة مش قادرة اقف اعمل حاجة خالص. عملت صانية بطاطس دي بقى اسرع صانية بطاطس بعملها. والله اطلعت تحفة وطعمها جميل جدا. بطاطس على بصلة على لفصين توم على قرن فلفل على صالصة. يعني حتى الطماطم مش قادرة اقف اضرابها. بيجي علينا كلنا اوقات بنبقى بصوا في ادفه الحاجات بنكسل. عملتها كده وعملت جنبها رز بشعرية. والفراغ بقى ايه? قلت لما اه نيجي نغرف وكده. هنشويها بقى. واحنا قاعدين كده بنتغدى. نشوي بقى الفراخ. وهطلع الرز والبطاطس. والحمد لله اليوم خلص على كده. هشوفك بقى في فيديو جديد. والسلام عليكم.